نعم كما سمعتم أن هذه الجملة صحيحة ماء بالماء في اللغة الألمانية ولكن يراود هذا السؤال الجميع من متعلمي اللغة الألمانية تعلمنا في الكورسات أو في كورسات اللغة الألمانية أن الفعل فاغن يأتي مع الفعل المساعد زين في حالة البيافيكت ولكن لماذا يأتي أيضا في بعض الحالات مع الفعل المساعد هابن في هذا الفيديو إن شاء الله سوف أشرح كل شيء بالتفصيل لكم فأنصطوا لي جيدا واجلبوا الآن ورقة وقلم لكي نبدأ بالشرح مساء الخير جميعا معكم شاهر رسلان وأهلا وسألن بكم من جديد في هذا الفيديو سوف أشرح لكم متى نستخدم الفعل المساعد زين ومتى نستخدم هابن مع الفعل فاغن فقبل أن نبدأ هذا الفيديو أتمنى من جميع إعجاب به وأيضا إشتراك في القناة طبعا الفعل فاغن في البداية الفعل فاغن نعم كما تعلمتم أنه يأتي مع الفعل المساعد زين ولكن أقول لكم أيضا أنه يأتي مع الفعل المساعد هابن ولكن بحالات أخرى الفعل المساعد زين يأتي مع الفعل فاغن فقط في حالة القيادة عندما نكون نحن عندما نكون نحن يعني باسنجر ما معنى هذا أي عندما نكون باي فاغن في السيارة أو في القطار أول آخر هذا يعني أننا لم نقود السيارة بأنفسنا قام بقيادة السيارة صديق لنا أو أبانا أو يعني أي أحد من الأقرباء في هذه الحالة نستخدم الفعل فاغن مع الفعل المساعد زين في حالة البرفكت على سبيل المثال يمكن أن أقول وهذا يعني لقد ذهبت أو لقد سافرت إلى مدينة هامبورغ في السيارة ولكن هنا الحدث هو الذهاب أو السفر هذا يعني لم أكن أنا أقود السيارة وإنما شخص ما قام بقيادتي إلى مدينة هامبورغ وأنا كنت فقط يعني باي فاغن ويسمى الباسنجر في اللغة الإنجليزية باي فاغن في اللغة الألمانية أي أنني لم أقود السيارة وإنما كنت جالس يعني بجانب الشخص الذي كان يقود السيارة في هذه الحالة نستخدم الفعل المساعد زين وأقول ولكن الآن يمكنني أن أقول والجملة صحيحة كما تلاحظون وهذا يعني أنا كنت في هذه الحالة أنا قمت بقيادة السيارة وأنا كنت لدرايفا أو يعني الفاغا كنت أنا السائق في هذه الحالة عندما أركز أنا على حدث السياقة وإنما ليس على السفر أو إلى آخر في هذه الحالة نستخدم الفعل المساعد هابن وفي هذه الحالة دائما يأتي لدينا حالة أكوزتي وهي الفاتسوي التي نقوم بقيادتها إيش هاب دس أوتو كفارن إيش هاب دس فارد كفارن وإلى آخره إذن عندما نقوم نحن بالقيادة نستخدم الفعل المساعد هابن نأخذ مثال آخر يمكننا أن أقول على سبيل المثال إيش بن إمزومة ناخ مغوكو كفارن وهذا يعني أنا سافرت هذا الصيف أو سافرت يعني في الصيف إلى المغرب وهذا يعني أنني كنت جالس بجانب أحد ما من الأصدقاء وهو كان يقود السيارة أو ذهبت يعني في القطار أو في أي وسيلة نقل ولكن أنا لم أقود وأسيلة النقل هذه بنفسي وإنما فقط ذهبت حجست إما تيكيت أو يعني قمت أحد الأصدقاء قال لي سوف نذهب معا سوف نسافر معا في هذه الحالة نستخدم الفعل المساعد هابن إيش بن متم أوتو أو إيش بن إن زومة ناخ مغوكو كفارن وهذا يعني أنا سافرت في الصيف إلى المغرب يمكنني أن أقول الآن إيش هاب داس أوتو مينز فاتر إيش هاب داس أوتو مينز فاتر إيش بايته وهادا يعني أنا قد سيارت والدي إلى ورشد التصيح إذن، أحب داس أوتو مينز فاتر إيش بايته إيش بايته يعني هذا المكان يعني حيثو يتم صيانة السيارات هذا إسمه دي شارت في اللغة المانية إذن ich habe das Auto meines Vaters in die Werkstatt gefahren هذا يعني أنا قدت سيارة والدي كما تلاحظون أنني كنت في هذه الحالة السائق بحد ذاتي أو كنت بنفسي السائق في هذه الحالة أستخدم الفعل المساعدة في حالة البرفك الفعل فارن يأتي أيضا بحالة يأتي أيضا كفعل بغنجن على سبيل المثال أقول الآن وهذا يعني أنا أقود أخي إلى المدرسة وهنا يأتي الفعل هذا في حالة البرفك مع الفعل المساعدة وأقول وهذا يعني أنا قمت بقيادة أخي إلى المدرسة بما معناه يعني أحضرته وهذا يعني زنونيوم للفعل بغنجن إذن هذا كان كل ما يتعلق في فيديو اليوم إذن احفظوا هذا عن ظهر قلب عندما نقوم يعني بالسياقة بأنفسنا نستخدم الفعل المساعدة بحالة البرفك ولكن عندما نكون جالسين بجانب السائق أو نذهب مع وسائل نقل مثل القطار أو السيارة أو المترو والآخرين نستخدم الفعل المساعد زين إذن فاغا درايفا الفعل المساعد هابم وباي فاغا باسنجر الفعل المساعد زين إذن هذا كان كل ما يتعلق في فيديو اليوم شكرا جزيلا على كرم المتابع والمشاهدة كان معكم شهر السلام لا تنسروا مدعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة